اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استقبالها على حال السورة الحقيقية اما السورة التي لا يمكن استقبالها على حال السورة التأديرية ما النتائج المترتبة على وضع جسم امام عدسة محدبة عند بقرتها لا تتكون صورة للجسم لا تتكون صورة للجسم نقص قطر قرة العين عن الوضع الطبيعي ده هيؤدي الى مرض دول النظر هيؤدي الى مرض طول النظر اما لو زيادة قطر قرة العين هيؤدي الى مرض قصر النظر ما نوع المراية المراية دي نوع ايه مراية مقعر بقرت نصف القطر لتقاول المراية بيساوي كم انا عندي دي البقرة اشوف ارفت ان دي البقرة ازاي شعار جاي هود رات بيسكب بالبقرة sightونا بالبقرة وهي انا عاجز مويزеле يبقى دي البقرة البقرة بثلاثة سنتي يبقى انا عندي عين اللي هو البقرة وعندي قانون بيقول ينق بتساوي اثنين عين والعين بثلاثة يبقى نق بتساوي ايه اثنين في ثلاثة بستة سنتي سؤال الثاني اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاها الشخص السليم العينين يرى الاشياء القريبة بوضوح بمسافة لا تقل عن خمسة وعشرين سنتي متى ان هو بيشوف حلو من خمسة وعشرين لستة متر اذا اوضع الجسم على بعد خمسين سنتي من مرأة مقعارة بعدها البقر عشرين تتقون صورته على بعد ديت احنا نرسم نرسم الرسمة هنرسم رسمة المراية هذه المراية هايت بعد كده نتعلم زي نرسم المراية دلوقتي لان انا هرسم مراية واحدة وعدسة واحدة والباق كله انا اجيبه لك مرسومة على طول ليه تمفروض احنا تعلمنا الحصة اللي فاتت اللي قبلها المراية والعادسات نتكلم فيها كتير وانا بردلوقتي هفكرك بها اكتر بس انت اتعود اللي انت ترسم انا مش هقولك تاني خطواتي الرسم يعتبر اخر مرة هقولك فيها خطواتي الرسم اول حاجة هنرسم المراية بعد كده المستقيم بتاعنا بعد كده هنحدد ادي دا قطب المراية ودي المركز ودي البقرة وديت قدي ديت كل الخطوز بتبقى ايه متساوية هنا قدي هنا وهنا قدينا قلي بعدها البقر عشرين يعني من هنا هنا عشرين ومن هنا هنا عشرين من هنا هنا عشرين ومن هنا هنا عشرين يبقى الجسم يدع فين وراء اهو من هنا هنا عشرين ومن هنا هنا عشرين يبقى كده كم اربعين الجسم على بعض كم خمسين يعني الجسم هل هيودع هنا ولا هنا ولا هنا لأ بعد الاربعين هيوضع هنا شايف الجسم هل هيودع فين هنا ليه لان البعد البقري بعشرين ادي اهو كده بعشرين ودي هنا كمان عشرين يبقى اربعين الجسم على بعد كام خمسين يبقى يوضع هنا وبعد جاء نرسم الشعب بتاعنا هوت مستقيم مازي مرة بالبقرة بعد جاء ماشي بالبقرة نسخد موازينا على نفسه اهو وبعد كده ايه السورة تكونت هنا يبقى السورة متكونة في اكبر من اربعين هل السورات قوانتنا لا يساوي عشرين السورات قوانتنا لا اقل من عشرين السورات قوانتنا لا اكبر من عشرين واقل من اربعين بس سورة ناخد الاجابة به ده هي الرسمة بتاعات الملايين ده مسألة بتجي في الامتحان على طول اخت يا رب بقى مسألة لوحدها هي بتجي على طول في الامتحان فيش امتحان بيخلو منها اي من القطع التالية يمثل عدسة مقعرة العدسة مقعرة بتفرق الدوق شايفين اه ده 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 رجع تاني ده جمعته ده اردد تاني اما ده فرقته يبقى هو رقم جيم ودع جسم امام مرقاة مستوية وعلى بعد اربع متر منها فتكونت له سورة خلف المرقاة فاذا زيحت المرقاة نحو الجسم واحد متر يكون البعد بين السورتين واحد متر ليه علشان هنا انا كان اربع متر وكان يسرم التكون على بعد اربعة متر وزيحت واحد متر فبايت على بعد تلاتة متر والتاني برضو بايت على بعد تلاتة متر يبقى الفرق ما بين السورتين كم متر اربعة وثلاتة ويبقى اربعة وثلاتة واحد متر بعد كده ودع جسم على بعد التاني منها سنتي من عدسة محددة وبعدها البقر اتناشر سنتي هنتعلم نترسم ازاي والركز عشان اخر مرة هرسم رسمة العدسة او الحاجة بارسم العدسة بعد كده بعمل الخط بتاعي بعد كده بحدد المركز البصر اللي العدسة هنا هو بعد كده ادي به ودي به اللي هو البعد البقري بعد كده بحدد ميم هنا وهنا قال لي بعدها البقري كام اتناشر يعني الحتة دي على بعد اتناشر سنتي الجسم اضع فين على بعد تمانية سنتي يبقى في بين الحتة دي اهي لان البعد البقري بعشرية باثناشر والجسم دو على بعد تمانية اهو تمانية هنا اهي وارسم الرسمة بتاعتي اهو مستقيم هو مرة على نفسه مستقيم التاني لحد مركز البصري وينعكس وينكسر وينكسر مرة بالبقرة وبعد كده الاتنين هيرجعوا عشان يقابلوا بعد هنا هوا يبقى هوا خواس الصورة هنا يبقى الصورة تكونت هنا خواس الصورة تقديرية معتدلة تقديرية ومعتدلة وايه ومكبرة تقديرية ومعتدلة ومكبرة دية الرقم به ما معنى قولونا ان عدس مقعرة نصف كتر تقور وجهها خمستاشر سنتي اي ان نصف كتر الكرة التي يعتبر هذا الوجه جزءا منها بيساوي كم سنتي خمستاشر سنتي او حل تاني ممكن اقول ان النق بتساوي اثنين عين يبقى العين بيساوي خمستاشر على اثنين فاس سبعة ونص اي ان البعد البار بيساوي سبعة ونص سنتي ده حل تاني بقى حلين هوا بعد كده في الشكلين دول او الجسم حدودة عند ميم يبقى هوا هنرسم الشعيع هنرسم الخط بتاعنا وقاف وبه وميم والجسم حدودة فين عند ميم نكمل رسم بتاعتنا عادي بقى هلاقي ان الجسم تكون فين عند ميم برسم شعيعين دوليين حدد موضع خواص الصورة خواص الصورة مساوية للجسم هلاقي لا هي مساوية للجسم مقلوبة حقيقية حقيقية مقلوبة مساوية للجسم بعد جرسمة العدسة قلنا هنرسمها على طول اهي خواص الصورة مكبرة مقلوبة حقيقية مقلوبة حقيقية مكبرة دي خواص الصورة بعد كده قلن بين البقرة الاصلية للعدسة المقعرة والبقرة الاصلية للأهل المقعرة يعني مسلا ده نسيبوا ليكم واجب بس افهمكم معناه ان انا مسلا نقلن بين البقرة الاصلية للعدسة المقعرة والبقرة الاصلية للعدسة المحدبة او البقرة الاصلية للميراية المقعرة والبقرة الاصلية للميراية المحدبة ان الاثنين واحد بس هنا عشان تطلقوا بجيبلك عدسة وميراية بس الاثنين لو انت شوهتم هتلاقيهم واحد ده واجب وهشوفه ان شاء الله هشوفه فيه اللي انتوا هسيبولي في كومنت وانا بقى اولوكم صح ولا غلط اذكر اسم العالم الذي استخدمه طريق التركيز اشهد الشمس في تدمير الاستور الروماني ارشميدس مع ذكر اسم القطعة الضوئية الذي استخدمها الميراية المقعرة استخدم الايه الميراية المقعرة بعد كده صوب ما تحته خط البقرة النقطة وهمية بقرة نقطة وهمية في باطن العدسة يمر بها المحور الاصلي وتقع في منتصف المشتافة بين وجاية من اللي هي نقطة وهمية في باطن العدسة ويمر بها المحور الاصلي للعدسة وتقع في منتصفها المشتافة بين وجاية ده طبعا المركز البصري للعدس ده اللي معايا اللي هو المركز البصري ايه للعدس بعد كده تودع العدسات اللاسقة مباشرة تودع العدسات اللاسقة مباشرة على نقاط ويمكن نزعها بسهول هل على حد كتلا لا ده على قرانية الايه السورة الحقيقية تكون ملا معتدي لا ده طبعا مقلوبة يحتاج الشخص المصاب بكسر النظر الى نظارة دبية عدساتها مقعارة ليه لا عشان تفرق الاشياء قبل دخولها الى العين عشان تتجمع على الشبكية فهتتكون صورة واضحة للعدسة مركزية تقور بينما للمرقاة القرية مركز تقور واحد ليه لان العدسة لها سطحان قريان بينما المرقاة القرية لها سطح قروي واحد بعد كده المسألة دي الشكل المقابل ودع جسم بين العدسة محدبة بعدها البقر يستة سنتي يبقى عند ميم يبقى عندي ميم يبقى عندي اي�� عد ميم الصورة المتكوناة للجسم لها المستوية تقع على ڤ دي يبقى عندي الجسم يبقى عندي 12 سنتي الصورة المتكونة ل الح شبكية لها العدسة المحدبة بينما كلها عندي 20 سنتى هذا عندي 25 سنتي هتبقى بـ 48 سنتي تجيب أن نفسر الكلام اللي احنا قلنا ده اهو الأول نشيقه الكثم المتكون على عادثة المحدبة على بعد كم 12 اهو لان اهو رسمنا اهو دي الرسمة تلا برضو عند ميم وهنا دي بـ 12 يبقى دي بـ كم بـ 12 بعد كده عاوز بقى المسافة هدي دي دي بـ 6 ودي بـ 6 ودي بـ 6 طبعا عشان هنا بـ 12 يبقى الحتة دي بـ 6 والحتة دي بـ 6 ودي بـ 12 يبقى الحتة دي بـ 6 الحتة دي وستة وهو مديني ما بين الجسم والمراية دي اتناشر يبقى اللي هيزهر يبقى الصورة يتكون على بعد اتناشر تاني اهو هو دي الرسم الام الدهاج عند مي ما هو بعد كده اتداني هو ان هو البعد بكم باثناشر ما بين المركز والمراية والمراية والصورة باثناشر لان بعض الكسمة عن المرآة بيساوي بعض الصورة عن اتناشر يبقى المسافة ما بين الصورة المتكونة بالعدسة المحدبة اللي هي دي والصورة المتكونة بالمراية اللي هي دي قد ايه 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 ما تقولي ستة وستة اتناشر ستة وستة اتناشر يبقى اتناشر واثناشر اربعة وعشرين واثناشر ستة وتلاتين واثناشر تمانية واربعين يبقى المسافة دي ما بين الصورة والصورة تمانية واربعين سنتيب تيجي في الامتحانات كتير حد هنا كده مراجعة بتاعتنا خلست ان شاء الله نبدأ المرة الجاية في الواحدة الثالثة على طول وشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته